بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم رب الرجوع لا شك إن مصادر التنزيل من رب العالمين عز وجل الذي جعله وحي من الله عز وجل هو كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وكذلك من مصادر الوحي والتشريع ألا وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فهو سنة يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى ولذلك قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ولذلك فوحي الذي يقوله عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله تبارك وتعالى ولذلك حينما كان يكتب عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أشياخ من قريش فقل يا عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرح قد يحزن قد يضحك قد يتضجر وهو بشر من البشر فلا تكتب عليه وتكتب كل شيء يقول عليه الصلاة والسلام ثم ذهب عبد الله بن عمر بن عاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله أَيَكْتُبُ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ أَمْ يَمْحُوْ فتوقف ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ بشيء لرد الله تبارك وتعالى عليه بل ورده إلى الحق من ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بيوت لزوجاته فكان في كل يوم عليه الصلاة والسلام يدخل عند نسائه ويسأل عن حالهم ثم يذهب فيأتي إلى البيت الذي تكون ليلة عندها فيبيت عندها عليه الصلاة والسلام وكان هذا حالته في كل يوم فيوم الأيام أتى عند بيوت زوجاته حتى أتى إلى بيتي زينب رضي الله تعالى عنها فدخل عندها فقالت يا رسول الله قد أهدي إلينا عسل وإني أريد أن تأكل منه ولا شك أن أكل العسل يحتاج إلى تأني يحتاج أيضا إلى وقت حتى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حينما دخل عليه الصلاة والسلام عندها غارت أمهات المؤمنين الأخرى فاتفقت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها أنهما إذا أتى عليه الصلاة والسلام إليها أن يقولوا كلمة واحدة إنا نجد منك ريح معافير والمعافير هو مادة تشبه العسل طعمها حلو ولكن رائحتها مستقدرة وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يأكل شيء له رائحة مستقدرة فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الذي يأكل البصل كراث والثوم أن يأتي إلى المسجد ولذلك جاء في بعض الحديث قال أميتوه بطبخه أي أميتو هذه الرائحة بطبخ هذا البصل أو الكراث أو هذا الثوم فيذهب هذا الريح فشاهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على حفصة فقالت إني أجد منك ريح معافير أي هذا الطعم الحلو لتأكله لكن أجد منك رائحة ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فدخل على عائشة فقالت له إني أجد منك ريح معافير ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل العسل قال عجبا أنا أكلت عسل فكيف يجد في هذه الريح و أنتو تقولون لي أنه ريح معافير فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل العسل فرد الرب تبارك و تعالى عليه في قوله عز وجل و نبهه قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لماذا تحرم ما أحل الله عز وجل لك و هو الطيب و الطعام الطيب و هو العسل تبتغي لأن ترضي زوجاتك فرد الله عز وجل ثم أناب عليه الصلاة والسلام و رجع إلى أمر ربه تبارك و تعالى إذن هي السنة مطهرة وحي من الله تبارك و تعالى قد قال الله عز وجل وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذن طاعة الله و طاعة رسوله هي من وحي الله عز وجل و هي أمر الله أيضا لأن الله عز وجل قال وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا و إذن قال الله عز وجل مَن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ قَدْ قَالَ أيضا رَبُّنَ عز وجل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا إذن طاعته عليه الصلاة والسلام هي الهدى هي الفرقان قالوا إن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا و ما على الرسول إلا البلاغ المبين و قد قال أيضا الرب عز وجل محذرا لكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم و كذلك قال الله عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادد الله و رسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم إذن هو خزي عظيم لمن لم يعظم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن قد أمرنا بتعظيم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله عز وجل و الله يرتضي ذلك و ما أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإقامة شرعه جل و عز و إقامة الدين لله تبارك و تعالى بعض الناس يقولوا ما وجدنا في كتاب الله فسنأخذه و ما وجدنا في السنة فنذر إن نتركه و عجبي من ذلك أن الله عز وجل في كتابه قال و قيموا الصلاة لكن كيف هي إقامة الصلاة لم تذكر في كتاب الله عز وجل و إنما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة و السلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ثم قال أيضا في حديث آخر و هو يبين لهم كيف كان صلاته صلى الله عليه وسلم فيصلي فوق المنبر لكي ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي هذه الصلاة و إذا قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يعني خذوا عني هذا الحج كيف يحج كيف يطوف كيف يسعى كيف يقف في عرفة و في ميناء و في مزدريفة و كيف يرمي الجمار و كيف يحلق و يذبح البدن صلى الله عليه وسلم كلها لتأخذوا عني مناسككم لأن هذه الأحكام جاءت مفصلة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك الزكاة قال الله عز وجل يقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ما هي الأنصاب الزكاة لم تذكر إلا في السنة ما هي شروط الزكاة لم تذكر إلا في السنة و غيرها من أحكام الدين الكثيرة التي لم تذكر إلا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الله أسأل جل و عز بأسمائه و صفاته أن يحينا على الإسلام و السنة و أن يتوفانا على الإسلام و السنة و يفقنا و إياكم لطاعته و رضاه إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات و أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين